لم يأتي التيار الصدري بجديد حين اتهم صراحة الميليشيات التي خرجت من تحت عبائته بسرقة مصف بيجي قبل عدة أعوام إلا أنه وجد بإزمة الوقود المتفاقمة في العراق فرصة للتحشير ضد خصومه ومنازعيه على المناصب الحديث بعد سبعة أعوام من الصمت منذ أن فككت معدات مصف بيجي التي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار وبيعت كمخلفات حرب عام 2014 لن تعفي مقتد الصدر وتياره من مسؤولية دعمه للحكومات الفاسدة ولن تمكنه من تقديم نفسه كمصلح وبديل فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد مصف بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين كانت تغطي بحدود 65% من حاجات البلاد للمشتقات النفطية تسبب تدميرها إلى الحاجة لاستيراد تلك المشتقات بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات دولار لتعويض العز الحاصل بحسب شركة توزيع المنتجات النفطية ولربما إعلان بورصة الطاقة الإيرانية تصدر العراق مستوردي البنزين من إيران يوضح سبب إغلاق ميليشيا العصائب مصف بيجي أمام لجان حكومية في كانون الأول عام 2015 كانت تروم تقدير حجم الأضرار للبدء بعملية إعماره قبل أن يتبين بأن المصف غير قابل لعادة التأهيل بأي شكل من الأشكال إذنه لم يعد موجودا من الأساس بسبب عمليات تفكيك الأبراج الحرارية الرئيسة للتكرير والتي كانت سليمة قبل أشهر ثم اختفت فجأة وفقا لمصدر مسؤول في وزارة النفط عدد المصافي العاملة في العراق اليوم هي 14 تنتج نحو 15 مليون لتر من البنزين يوميا وهي أقل من نصف الكمية التي يستهلكها العراق العاجز عن زيادة الطاقة التكريرية بسبب التركيز على الإنتاج النفطي وتصديره فيما حملت لجنة النفط والغاز النيابية وزارة النفط مسؤولية العجز الحاصل بالوقود بسبب سياستها الخاطئة وتوجهها نحو جولات التراخيص حيث لم تسعى لإنشاء المصافي النفطية أو تطوير الموجود منها ليبقى العراق مستوردا لمشتقات بأسعار تفوق كثيرا أسعار البيع المحلي وهو ما تسبب بخسائر كبيرة لخزينة البلاد المرهق أساسا